يسعد مساكم جميعاً ننتظر دقيقتين فقط لحتى الكل يكون موجود ونبدأ محاضرة لليوم أهلا وسهلا فيكم جميعاً معكم خالد القضاء محل الأسواق مالية من شركة ستار تريدر اليوم لاستكمال دوراتنا التدريبية في الأسواق المالية الجزء منها المبتدئين أو الدخلين جديد على هذه الأسواق أو اللي بتحبوا يتعلموا الأساسيات بشكل صحيح وفعال رح نستكمل دورتنا في أساسيات منصة الميت تريدر فور ورح نشوف ونطبق بشكل عملي ما تعلمناه بشكل نظري في المحاضرة الماضية يوم الاثنين الماضي لهيك يا ريت بالبداية اتأقدولي أن الصوت والصورة واضحة أمامكم وإذا عندكم أي استفسارات خلال المحاضرة اليوم أو دورة تدريبية اليوم بإمكانكم تسألوني بشكل مباشر إن كان الإجابة مباشرة رح نجاوب أو حتى في نهاية المحاضرة ياريت الجميع يشارك ويأكد لي أن الصوت والصورة واضحة من خلال الشات اللي ظهر أمامه ممتاز كثير تمام بالبداية منصة الميت تريدر فور هي عبارة عن منصة عالمية هاي المنصة بتتيح لك دخول عالم المال والاستثمار وبتيح لك تفتح محفظتك الاستثمارية الخاص بالشركة عندنا مباشرة لحتى أنت تقدر تتحكم بمحفظتك الاستثمارية بشكل كامل من ناحية متابعة الأصول القابلة للتداول متابعة أسعارها وأيضا التحليل المالي بشكل كامل اللي هو باستخدام الرسوم البيانية وأيضا من ناحية أخرى بتمكنك أنك تفتح أنت الصفقات وتغلقها بشكل كامل هاي المنصة متاحة على جميع الأجهزة على أجهزة الأندرويد وموجودة على الدسكتوب الويندوز وأيضا موجودة حتى على الويب تريد إنك تفتحها من المتصفح لهيك بالبداية لحتى إحنا نحمل المنصة التداول الميت تريدر 4 بدنا نروح على موقع الشركة اللي هو startrader.com الظاهر على أمامكم مجرد ما إحنا دخلنا على موقع الشركة وبالصفحة الرئيسية بإمكاننا نشوف إنه موجود عنا التحميل المباشر لأضنبت التشغيل كامل إن كان iOS أو Android أو Mac أو حتى ويندوز إحنا بإمكاننا نحمل المنصة بشكل مباشر مجرد ما ضغطنا على مكان التحميل رح تنزل عنا ونعمل لها setup بشكل مباشر لحتى تفتح عنا بهذه الطريقة أستاذ بركات إذا بتحاول تكتب إشي بدون استخدام رفع الإيد مجرد الشات اللي ظاهر أمامك تمام إذن منصة الميتا تريدر 4 يعرفنا إنه من خلالها أنا بقدر أتابع شاشة الأسعار الشاشة العالمية اللي بقدر أشوف فيها كامل أسعار البيع والشراء لكامل الأصول ومنتجات المالية القابلة للتداول وأيضاً عنا قسم الآخر اللي بيحكي لنا عن التحليل المالي اللي رح نتعلمه في المحاضرات القادمة وكيف إحنا نستخدم الرسوم البيانية اللي حتى نتوقع حركة اتجاه الأسعار وأيضاً الجزء المهم والأهم فيها اللي هو صفقات المباشرة في الأسواق كيف أنا بدي أفتح صفقة وأغلقها من خلال هذه المنصة العالمية بالبداية عندنا هي مرة أخرى بتنقسم لثلاث أجزاء إذن منصة الميتا تريدر 4 بتنقسم أنا عندي لثلاث أجزاء رئيسية أول جزء فيها اللي هو شاشة الأسعار شاشة الأسعار اللي ظاهرة أمامنا اللي ممكن إحنا نكون شايفينها في البنوك في محلات الصرافة هي نفس الشاشة تحتوي على منتجات مالية منها عملات منها معادن ثمينة زي معرفنا منها زي ذهب والفضة طبعاً منها قطاع الطاقة زي النفط والغاز الطبيعي بأنواحهم منها المؤشرات العالمية والأسهم الأمريكية وأيضاً خلينا نحكي في العملات الرقمية موجودة أيضاً والسلع وغيرها كثير من الأصول المالية المتاحة للتداول كامل هذه الأصول أنت بتقدر تتابع أسعارها من خلال شاشة الأسعار الجزء الثاني اللي هو باعتمد على الرسوم البيانية أو الشارت أو الرسم البياني اللي من خلاله إحنا نعمل تحليلنا المالي لحتى إحنا نتوقع حركة الاتجاه الأسعار في المستقبل وهذه إلى دورة منفصلة وعندنا جزء الثالث والأخير اللي هو التيرمينال أو الخانة اللي بتبين لي فيها كامل تفاصيل حسابي والصفقات المفتوحة والحتى أنا أتابع صفقاتي بشكل مباشر خلينا نفوت بتفاصيل كل جزء من أجزاء هذه المنصة في محاضرة اليوم ونشوف مع بعض إحنا كيف بدنا نفتح ونغلق الصفقات وكيف نتعامل مع هذه المنصة بشكل صحيح واحترافي في نفس الوقت أول جزء اللي هي شاشة الأسعار خلينا نستخدم القلم بالتأشير إذن شاشة الأسعار أو الماركت ووتش هي اللي من خلالها بنقدر نعرف إحنا تفاصيل كثير عن هذه الأصول من ناحية رمز هذا الأصل اسم هذا الأصل الكمية اللي بيحتويها الواحد لوت على هذا الأصل بنقدر نعرف سعر البيع والشراء أعلى سعر وأقل سعر وأيضا الفارق السعري ما بين البيع والشراء اللي هو سبرد أو عمولة الشركة إذن شاشة الأسعار فعليا تنقسم أنا عندي إلى سبع أجزاء وخلينا نتعرف عليهم بالتفصيل أول جزء اللي هو السيمبل اللي هو الرمز هنا بكتب لك بشكل عمودي كامل الأصول المتاحة للتداول طبعا إحنا هذه القائمة هي قائمة مختصرة وراح نشوف كيف ننضيف كامل هذه الأصول ولكن أنا في هذه الخانة بظهر عندي رموز هذه الأصول مثل JBB-USD اللي هو السترليني أو الباوند البريطاني مقابل الدولار الأمريكي مثل USD-JBY اللي هو الدولار الأمريكي مقابل ال اليان الياباني أو على سبيل المثال عن BTC-USD اللي هو البيتكوين عملة رقمية أو SPX 500 اللي هو عبارة عن SNP Standard & Burst اللي هو عبارة عن مؤشر مؤشر في الأسهم في بورسة في بورصة أمريكية وغيرها كثير من أصول متنوعة مثل XAU USD اللي هو عبارة عن رمز الذهب طبعا الرموز انت ممكن تتعلمهم مع الوقت وتحفظهم وممكن برضو تتواصل مع مدير حسابك لحتى يبعث لك القائمة كاملة متكاملة بكاملة الرموز لحتى انت تعرف كل رمز شو اسمه واذا احترت في رمز معين ما عرفت هذا الرمز لوين تابع بكل بساطة بإمكانك انت تستخدم الماوس وتأشر على هذا الاصل لحتى يطلع لك الاسم الكامل لهذا الاصل على سبيل المثال XAU USD اللي هو عبارة عن الذهب مقابل الدولار الامريكي فمجرد ما حطينا عليه الماوس او اشرنا بالماوس بدون ضغط فقط من اشر عليها رح يطلع لي انه هذا الجولد على سبيل المثال هنا انا مثلا عندي CL Oil انا بقدر اعرف صفصيل اكثر مجرد ما حطيت عليها الماوس بقدر اعرف انه هذا الكرود اويل اللي هو الامريكي اللي هو خام غرب تيكساس احنا بنحكي له WTI ولكن هذا الفيوتشر منه ورح نفوت بهذه التفاصيل اكيد اكتر فاكتر فاحنا مجرد ما اشرنا على رمز الاصل انا بقدر اشوف الاسم الكامل لهذا الاصل مثل اليورو USD الي هو عبارة عن اليورو مقابل الدولار الامريكي وهكذا في هذه الخانة الخانة التالية اللي هي خانة البد ممكن البعض يحكي لها خانة الشورت بمختلف مسمياتها اللي هي خانة البيع اللي هي عبارة عن سعر البيع لكل اصل من الاصول المالية المتاحة للتداول امامنا في شاشة الاسعار فاذا منطلع بشكل افقي احنا كل اصل انا بحتوي عندي على سعرين سعر البيع اللي هو البيد برايس او ممكن البعض يحكي له في عالم التداول اذا رح تصير تتعامل مع متداولين اخرين اللي هو short price وايضا في عنا الخانة اللي بتيجي وراها مباشرة اللي هي الask price او حتى البعض بحكي لها long price اللي هي خانة الشراء اذا البد اللي هو سعر البيع للاداة المالية الask اللي هو سعر الشراء للاداة المالية فاحنا نقدر نشوف سعر البيع بشكل مباشر وسعر الشراء بشكل مباشر يمكن ان تعلمنا في المحاضرة الماضية انه ان الفارق ما بين سعر الشراء وسعر البيع للأداء المالية بمثل لي اشي اسمه السبريد هذا السبريد هو عبارة عن عمولة الشركة والفرق ما بين سعر الشراء وسعر البيع للأداء المالية طبعا استاذي احنا منشوف كل سعر بيع وسعر شراء بشكل افقي مع رمز العملة مثلا انا لما اضغط على اليورو دولار ويتعلم باللون الازرق انا هذا اليورو دولار سعر البيع بيكون عليه 0.96.20 وسعر السراء 0.96.22 الفرق بينهم هذول الاثنين سنت هو عبارة عن عمولة الشركة وهي فعاليا اقل من اثنين سنت فلحتى احنا نشوف هذا الفارق بدون ما نحسبه بشكل يدوي بنضغط على شاشة الاسعار ضغطك كليك يمين نضغط بالماوس كليك يمين او ضغطه يمين على شاشة الاسعار ورح تظهر لي هاي القائمة اللي من خلالها انا رح اطلع على معلومات كثيرة او اضيف شغلات اضافية تريحني انا كمتداول في هذا السوق فمجرد ما انا ضغطت كليك يمين على شاشة الاسعار رح انزل تحت بالقائمة رح الاقي خانة السبريد ومجرد ما اضغط عليها رح تظهر لي خانة جديدة اللي هي علامة التعجب هاي علامة التعجب بتمثل الفارق ما بين سعر البيع وسعر الشراء للأداء المالية على سبيل المثال اليورو الفارق ما بين الاسك والبيد اللي هو 15 بقراءة المنصة يعني عبارة عن نقطة ونص وهنا لازم احكي معلومة مهمة جدا لحتى انتم ما تخربطوا فيها كل عشرة من قراءة المنصة او من قراءة المنصة للسبريد معناها نقطة واحدة عمولة الشركة هي عبارة عن نقطة واحدة طب انا قدي يعني عمولة الشركة بالدولار رح تعتمد على حجم حجم العقد اللي انت رح تفتحه ورح ناخذ امثلة عملية لحتى تفهموها بشكل كامل متكامل واكيد دكتور امل رح تكون هذه المحاضرة مسجلة ورح تنزل على اليوتيوب ان شاء الله ولكن خليكم معي لحتى اذا بدكم اي استفسارات بشكل مباشر تسألوني ونكون موجودين مع بعض ونتابع مع بعض اذا احنا حكينا خانة السبريد اللي انا مجرد ما ضغطت على شاشة الاسعار كليك يمين او كبس يمين بالماوس رح تظهر لي انا هذه القائمة فيه بمنتصف هذه القائمة خانة سبريد مجرد ما ضغطت عليها وصار جنبها اشارة الصح رح تظهر لي القائمة الثالثة او الخانة الرابعة يعني بشاشة الاسعار اللي هي علامة التعجب اللي بتمثلي الفرق ما بين البد والاسك لحتى انت ما تقعد تحسبها لان الاسعار تتغير وحتى السبريد متغير وليس ثابت بتغير كل جزء من الثاني زي ما هو واضح امامنا لحتى احنا ما نقعد نحسبها بشكل يدوي وانا بدأ اشوف السبريد على اصل معين بقدر اشوفه بشكل مباشر من هذه الخانة في عنا خانات اضافية اذا منضغط كليك يمين على شاشة الاسعار ومننزل لتحت شوي في عنا خانة اسمها الهاي واللو اذا منضغط عليها رح يضيف لي فعليا خانتين متتاليات خانة الهاي وخانة اللو المقصود بخانة الهاي انه خلال 24 ساعة التداول اللي احنا فيها يعني منذ افتتاح السوق اليوم منذ ابتداء جلسة تداول اليوم الى هذه اللحظة كم اعلى سعر وصله الاصل اذا منذ افتتاح السوق اليوم منذ ابتداء جلسة التداول اليوم والى هذه اللحظة اللي احنا فيها كم اعلى سعر وصله الاصل لحتى انت تعرف كم بدل ما تقعد ترجع للشارت وترجع ورجوع بالشارت وبالرسم البياني لحتى تعرف انت كم اعلى سعر وصله اليوم هذا الاصل فهذا الموضوع بيختصر عليك من شاشة الاسعار وتقدك تختصر هذه الخطوة مباشرة نضيف خانة الهاي وخانة اللو لحتى تعرف اعلى سعر وصله الاصل الى هذه اللحظة او حتى في خانة اللو اقل سعر وصله الاصل الى هذه اللحظة فأنا على سبيل المثال بدي أعرف الذهب اليوم الـ XAU USD كم سعر أعلى سعر وصله خلال تداولات اليوم منذ افتتاح السوق على الساعة الواحدة مساء بتوقيت السعودية إلى هذه اللحظة إحنا منقدر نشوف أنه الذهب أعلى سعر 1649.71 وأقل سعر جابه خلال اليوم 1626.68 فهذه المعلومات رح تعمل عندي فارق لحتى أقدر السعر الحالي بأعلى سعر وأقل سعر لحتى أنا اللي قدام أعرف لما أبدأ أتخذ قرار الاستثماري أعرف كيف أتخذه وهذه المعطيات رح تفيدني بشكل كبير بعد ما ضفنا خانة الـ High وخانة الـ Low بيظل أنا عندي الخانة السابعة فيه على شاشة الأسعار اللي هي خانة الـ Time إذا بنضغط إحنا كليك يمين على شاشة الأسعار رح ننزل بالقائمة رح نلاقي فيه أنا عندي خانة الـ Time هذه الخانة بتضيف لي الوقت الأمامنا اللي هو إحنا بنسميه وقت المنصة ورح تشوفوا أصدقائي بشكل كبير إنه وقت الكثير إيميلات ممكن توصلكم أو إشعارات من الشركة أو حتى إذا أنت بتحكي مع مدير حسابك لأنه إحنا اليوم كمتداولين في هذا السوق من حول أنحاء العالم فيه منا مثلا في السعودية فيه منا في الأردن فيه منا في فلسطين فيه مصر فيه الخليج بشكل عام فيه منا مثلا فيه ليبيا فيه منا بعد الدول لهيك أصدقائي الفرق التوقيت إحنا دائما بيعمل عندنا مشكلة فيه التداول ليش بيعمل هذه المشكلة؟ بسبب إنه إذا فيه أخبار معينة أو حتى خلينا نحكي بعيدا عن الأخبار إذا فيه أمور معينة ممكن تصير على المنصة والشركة بدها تبعث لك إشعار رح تعتمد بتوقيت المنصة هذه الكلمة رح تشوفوها بالإيميلات خاصة مع أي شركة تداول وساطة مالية مثل شركة ستار تريدر لهيك هذه الكلمة بتوقيت المنصة يعني على ساعة المنصة طب فعليا إحنا اليوم ماذا نعني بخانة التايم؟ إحنا زي ما نشوف قاعدة بتتحرك ممكن تكون تفرق من أصل إلى أصل آخر ماذا تعني هذه الساعة فعليا؟ هذه الساعة بترصد لك آخر ثانية اتحركت فيها الأسواق آخر ساعة آخر دقيقة آخر ثانية اتحرك فيها الأصل على سبيل المثال إحنا لما نروح على المثلا السترلين لدولار جي بي بي يو أس دي أنا بشوفوه هنا الساعة 19 اللي هي الساعة السابعة بتوقيت السعودية و 16 دقيقة و 43 ثانية هي آخر مرة تحرك فيها الأصل فلو السترلين توقف عن الحركة رح يتوقف العداد عن الحركة لهيك أنا لما بدي أشوف الساعة أو خانة التايم بدي أشوف أصل الآن قاعد بتحرك لحتى أنا أضمن أعرف الساعة بشكل صحيح في بعض الأصول زي الأسهم الأمريكية فعليا أنا بتفتح عندي مش مع افتتاح باقي الأسواق بتفتح عندي أنا مع دخول خلينا نحكي البورسة نيويورك زي ما تعلمنا بمحاضرة الماضية أن الأسواق بتنخص عندي لأربع فترات رئيسية الأسهم الأمريكية بتفتح مساءا على الساعة خلينا نحكي الأربعة ونصب توقيت السعودية والأردن لهيك أنا عندي الأسهم فعليا خلال وقت الإغلاق ما رح يكون خانة التايم متغيرة من آخر إغلاق لإلها في اليوم السابق لهيك ضروري ننتبه على هذه النقطة وإحنا يعني صدفة خلينا نحكي توقيت المنصة العالمي إن كان بالدول الأجنبية أو إن كان بالدول العربية بكامل العالم هو بتناسب مع توقيت السعودية والأردن يتناسب مع توقيت السعودية والأردن يعني حاليا الساعة في السعودية والأردن الساعة السابعة وثمنتاشر دقيقة في الإمارات ساعة الثامنة وثمنتاشة دقيقة في مصر على سبيل المثال الساعة السادسة وثمنتاشة دقيقة ولكن توقيت المنصة يتوافق مع توقيت السعودية والأردن لموقعهم الجغرافي وهيك إحنا قدرنا نتعرف على شاشة الأسعار بتظل عندنا نقطة مهمة جداً أنا كيف بدي أظهر أو أخفي كامل الأصول المالية المتاحة للتداول عندي على شاشة الأسعار بكل بساطة بضغط كليك يمين على شاشة الأسعار لنفتح نفس القائمة وبروح على شو أول شايفين خيار شو أول اللي هو من خلاله أنا بقدر أظهر كامل الأصول المتاحة للتداول مجرد ما ضغطت شو أول رح تفتح عندي القائمة الكبيرة كاملة زي ما حكينا هناك عشرات الأصول اللي أنا بقدر أتداول عليها فأنا بقدر أشوف كامل هذه الأصول من خلال ضغطة الشو أول بالقائمة الظهرة أمامنا أو قائمة المعلومات اللي منطلحها من خلال الكليك يمين أو كبس يمين على شاشة الأسعار فإذا أنا بدي أخفي كامل الأصول وأظهر أصول معينة بكل بساطة برجع بضغط بظهر القائمة من خلال كليك يمين أو كبس يمين على الماوس على شاشة الأسعار وبحط hide all رح تفتح أنا عندي تغلق كامل للقائمة ما عدا الأصول اللي أنا فاتح لها رسم بياني ما عدا الأصول اللي أنا فاتح لها الرسم بياني فإذا أنا بدي مثلا على سبيل المثال أمحي برضو أصل معين لازم أغلق الرسم البياني أو من الشريط هون بالأسفل لازم أغلق الرسم البياني الخاص فيه لحتى أنا أقدر أمحيه من شاشة الأسعار كيف ممكن أنا أغلق الرسم البياني بكل بساطة بضغط كليك يمين على اسم الأصل في قائمة الرسم البياني وبحط close وبتم إغلاقها وهذه رح نتعلمها بتفاصيل أكثر إن شاء الله لما نأخذ تفاصيل خلينا نحكي الشارت أو رسوم البيانية إذن إحنا عرفنا كيف إحنا نضيف كامل الأصول في شاشة الأسعار وأيضا عرفنا كيف إحنا نخفي كامل الأصول ونظهر الأصول اللي إحنا بدنا إياها طبعا أنا كيف بدي أختار أصول معينة لحتى أظهرها شاشة الأسعار في أنا عندي خانة إذا بضغط كليك يمين مرة أخرى في عندي خانة اسمها السيمبلز اللي هي الرموز إذا بضغط عليها رح يفتح لي مربع هذا اللي ظاهر أمامنا بكل بساطة بقدر أدور بشكل يدوي على الأصل اللي أنا بديه وأضغط عليه ولحتى ينضاف على شاشة الأسعار على سبيل المثال أنا بدي أضيف الدولار كندي زي ما بنشوف علامة الدولار ساين اللي جنب هذا الأصل باللون السكني الباهت معناها غير مضافة على شاشة الأسعار مجرد ما ضغط عليها كابستين متتاليات أو دابلي كليك زي ما بنشوف أمامنا رح تظهر على شاشة الأسعار إذا بدأ أشيل أصل معين مثلا دولار ين أو خلينا نحكي الكندي نفسه الدولار كندي لأنه آخر إشي إذا أنا بدي أشيله من شاشة الأسعار بضغط علي كابستين متتاليات رح يختفيه من شاشة الأسعار إذا بروح على الدولار ين بدي أضغط علي كابستين متتاليات ما رح يرضى ليش حكينا ما رح يرضى إن شاء لأنه أنا هنا فعليا على الشارت أو الرسوم البيانية أنا فاتح شارت أو رسم البياني للدولار ين فطالما هذا الرسم البياني مفتوح ما رح أقدر أخفيه من شاشة الأسعار وهذه هي التفاصيل الأولية اللي إحنا رح نتعلمها بما يخص شاشة الأسعار ومن خلالها أيضا إحنا رح نقدر نفتح الصفقات ولكن هذه الخطوة رح نأخذها كمان شوي احكولي إذا عندكم أي استفسارات إلى الآن يريد تحكولي بشكل مباشر قبل ما ننتقل للخانة التيرمينال اللي هي بتبيني للصفقات المفتوحة وبقدر من خلالها أغلق الصفقات وكامل معلومات حسابي واضح لأمور شباب وصبايا ممتاز كله تمام ممتاز كثير خلينا الآن ننتقل إلى الخانة الثانية اللي رح نتعلمها إحنا في منصة الميت تريدر فور زي ما حكينا إحنا الشارت أو الرسم البياني وفعليا رح يكون له محاضرة منفصلة لحتى نتعلم فيها كيف إحنا نحلل الشارت وكيف نستخدم أدوات الشارت أو الرسوم البيانية لحتى تفيدنا في قراءة قراءة الأسواق توقع تحركتها الآن في خانة التيرمينال اللي ظهر أمامنا وخلينا نستخدم القلم في هذه الخانة في هذا المربع الظاهر أمامنا زي ما منشوف أنا في عندي عدة تفاصيل رح تظهر وبقدر أشوف من خلالها عدة تفاصيل بتعطيني معلومات عامة على حسابي اللي هي خانة الأوردر زي ما منلاحظ أمامنا خانة الأوردر في هذه الخانة بيطلع لي لكل صفقة أنا عندي اليوم مفتوحة خلينا بس نفتح كمان صفقة لحتى تكون الأمور واضحة إذن مرة أخرى في خانة الأوردر أنا هنا نسميه رقم التكت أو رقم الأوردر لكل صفقة مفتوحة عندك في إلها رقم خاص فيها إذن لكل صفقة مفتوحة عندك في إلها رقم خاص فيها هذا الرقم بساعدنا على الوصول للصفقة هاي بالتحديد فإذا أنت بدك تستفسر عند رانيت على الشركة على مسؤول حسابك على سبيل المثال أو توصلت مع الدعم وبدك تستفسر عن صفقة معينة على حسابك لحتى أنت يقدر يساعدك بشكل سريع بكل بساطة تعطيه رقم الأوردر أو إحنا بنحكي له رقم التكت فممكن يحكي لك مسؤول حسابك أو الدعم عندنا بالشركة لو سمحت أنت سألته استفسار معين عن صفقة عندك يحكي لك لو سمحت تقدر تعطيه رقم التكت رقم الأوردر فإنت بكل بساطة بتأخذ رقم الأوردر من خانة الأوردر وبتعطيها لحتى يوصل لصفقتك بشكل سريع ويقدر يساعدك بشكل مباشر ففي هذه الخانة هو عبارة عن تصنيف لكل صفقة مفتوحة عندك وكل صفقة مفتوحة عندنا على النظام اللي ها رقم منفصل خاص فيها عندنا الخانة الثانية اللي هي خانة التايم في خانة التايم أنا بتبين لي خلينا نحكي تمام أنا في خانة التايم بتبين لي تاريخ ووقت فتح كل صفقة من الصفقات المفتوحة عندي إذن بتبين لي تاريخ ووقت فتح الصفقة فعسبيني المثال الصفقة الأولى بالشريط اللي فوق أنا زي ما منشوف إحنا فتحين هذه الصفقة في 26.09.2022 على الساعة 18.42 دقيقة بتوقيت المنصة عندنا الخانة اللي وراها أو الصفقة اللي وراها أنا عندي فاتح هذه الصفقة في 26.09.2022 على الساعة 19.43 دقيقة و46 ثانية فبطلع لي بالتفصيل التاريخ ووقت فتح الصفقة عندنا الخانة اللي وراها اللي هي التايم أو نوع هذه الصفقة شو هي أنواع الصفقات؟ أنواع الصفقات بكل بساطة هي عبارة عن نوعين أنت بدك تبيع ولا بدك تشتري فهون بتظهر لك بكل الصفقة وهذه المعلومات بكل الصفقة رح تكون بشكل وفقي رح تكون بشكل وفقي فأنا في عندي لكل صفقة بيبين لي هل أنا بايع أو مشتري على هذه الصفقة؟ هل أنا بايع أو مشتري؟ إذا كنت أنا مشتري على سبيل المثال رح أنا تظهر عندي كلمة الباي أي الشراء وإذا كنت أنا بايع رح تظهر أنا عندي كلمة السل أو البيع بعد هيك وأهم خانة عندنا اللي هي خانة السايز خانة السايز بمختلف مسمياتها البعض بيحقولها اللوت وهي الأكثر استخداما اللي هي اللوت سايز اللي هو حجم العقد زي ما حكينا الواحد لوت أنا معناها قيمة النقطة عندي كم رح تساوي عشرة دولار لكل نقطة بتحركها السوق إذا كانت ميني اللي هو صفر فاصل واحد معناها قيمة الميني كم رح تساوي كل نقطة عندي اللي هي بمقدار دولار وهسا رح نشوفها بتطبيق العملي لحتى نراجع معلومات المحاضرة السابقة لهيك أنا عندي في خانة السايز أو الفوليوم يعني رح نشوفها على المنصة سايز رح نشوفها على المنصة فوليوم وأيضا بين المتداولين والمتعارف عليه بالأسواق المالية كم قيمة اللوت اللي انت فاتحه حتى باللغة العربية بيحكي لك آه كم اللوت فاتح انت بتيجي بتحكي له والله أنا فاتح واحد لوت شو يعني واحد لوت؟ يعني واحد فاصل صفر صفر زي الظاهر أمامنا بالصفقة الأولى طب بيجي بيحكي لك واحد ثاني أنا فاتح مثلا اثنين ميني شو يعني اثنين ميني؟ يعني صفر فاصل اثنين اللي هي زي بالخانة الظاهر أمامنا فهو أنا بيبين لي أنا قيمة حجم العقد قيمة حجم العقد اللوت سايز أو السايز أو الفوليوم بمختلف مسمياتهم بعد هيك أنا عندي خانة الرمز أو السيمبل اللي هي بتظهر لي كل صفقة أنا فاتحها على أي أصل أنا فاتح هذه الصفقة مثلا أنا الصفقة الأولى فاتحها على XAU USD اللي هو الذهب مقابل الدولار الأمريكي وأنا الصفقة الثانية فاتحها JBB USD اللي هو جينيل استرليني أو الباوند البريطاني مقابل الدولار الأمريكي إذن المعلومات إلى الآن المتوافرة أمامنا عن كل صفقة أنا قدرت أعرف رقم التكيت قدرت أعرف تاريخ فتح ووقت فتح هذه الصفقة قدرت أعرف أنا هل عامل شراء أو بيع هذه الصفقة قدرت أعرف الكمية لأنا بايعها أو مشتريها وقدرت أعرف على أي أصل أنا بايع أو مشتري بالصفقة الأولى إحنا فتحناها في 26.9 على الساعة السادسة و42 دقيقة بتوقيت المنصة اعملنا صفقة شراء بقيمة 1 لوت على الذهب في الصفقة الثانية إحنا فتحناها ب 26.9 على الساعة السابعة و23 دقيقة بتوقيت المنصة نوع الصفقة بيع بقيمة 2 ميني على الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي إلى الآن هذه هي المعلومات خلينا نكمل ونغير لون القلم لأهمية المعلومة اللي راح نذكرها كمان شوي زي ما منشوف إحنا أمامنا إذا مننكمل بشكل أفقي من الشمال إلى اليمين في أنا عندي خانة البرايس بتتكرر مرتين خانة البرايس بتتكرر مرتين هنا خلينا نرقمها برقم واحد وهنا خلينا نرقمها برقم اثنين أول خانة البرايس على إيدي لشمال إذن الخانة السعر اللي على إيدي لشمال بتمثلي سعر فتح الصفقة شو بتمثلي؟ بتمثلي سعر فتح الصفقة فعلى سبيل المثال صفقة الذهب أنا فاتحها على سعر 1637.73 أما صفقة البيع اللي استذليني أنا فاتحها على أي سعر على المي وستة ثلاثة واربعين أو واحد فاصل صفر ثلاثة واربعين دائماً هاي لازم أنتم تتميزوها بخصوص العملات العملات مثلاً زي الاستذليني أو اليورو لما كان فوق الواحد أو 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 إحنا ما بنحكي واحد فاصل صفر ستة كده إحنا بنحكي مي وستة ثلاثة واربعين وهيك المتعرف عليها لحتى أنتم تكونوا مدركين كيف إحنا منرتب الأمور وكيف بنحكي في هذا المجال لحتى تكونوا أدفانس أكثر إذن إحنا عرفنا في الخانة الأولى في البرايس الأولى اللي بتكون على إيدك لشمال على منصة التداول بتمثلي سعر الافتتاح شو بتمثلي؟ سعر افتتاح الصفقة الأوبن برايس الأوبن برايس تمام؟ أما الخانة الثانية اللي إحنا زي ما إحنا شايفينها بتتحرك بشكل مباشر مع حركة الأسواق يعني إذا إحنا منروح مثلا هنا خلينا نحكي على الذهب رح نشوف أنه هذه الخانة بتتحرك مع حركة السعر على الماركت ووتش أو على خلينا نحكي شاشة الأسعار لهيك الخانة الثانية أو خانة البرايس الثانية بتمثلي السعر الحالي للأصل بتمثلي السعر الحالي للأصل البرايس الأولى بتمثلي سعر افتتاح الصفقة البرايس الثانية بتمثلي الكرانت برايس أو خلينا نحكي السعر الحالي للأصل الخانة اللي وراها خلينا نحكي اللي هي الكمشن إذا كان حسابك عليه عمولات إضافية فوق قيمة السبريد في بعض الحسابات في عمولات إضافية غير الفرقات السعرية إذا كان حسابك عليه كومشن إضافي معناها رح تنزل في هذه الخانة إحنا عنا في شركة ستار تريدر عنا حسابات بدون أي عمولات إضافية طبعا كل حساب بتميز مميزات معينة ولكن إحنا بنتميز في شركة ستار تريدر إنه ما في عنا حساب اللي هو ستاندرد أو الأستيبي ما عليه أي عمولات إضافية صفر عمولة فقط السبريد اللي بكون ظاهر أمامك على الشاشة لكن إذا حسابك عليه خلينا نحكي عمولة رح يظهر وين؟ رح يظهر في خانة الكمشن عندنا الخانة اللي وراها بتيجي على إيدنا اليمين اللي هي خانة خلينا نحكي الاسواب خانة الاسواب اللي هي عبارة عن رسوم التبيت رسوم تبيت الصفقة إذا أنت بتفتح صفقة معينة على سبيل المثال على اليورو دولار وبتظل بعد الساعة 12 بالليل على بعض الحسابات اللي عليها سواب رح يتراكم عليك عمولات إضافية هذه العمولات ممكن تكون لإلك وممكن تكون عليك يعني ممكن ينخصم منك وممكن أنت تأخذ فلوس حسب أنت بايع أو مشتري وحسب الأصل نفسه هذه السواب هي عبارة عن رسوم التخزين للصفقة أو خلينا نحكي رسوم التبيت ولكن عندنا إحنا اليوم في ستار تريدر اللي هي بنحكي لها الحسابات الإسلامية أو للسواب الفري بدون أي عمولات تبيت بما أنه عليها شبهة لمدة 21 يوم وهذه مدة كافية جدا لأي متداول في هذا السوق اللي يكون مغلق صفقته لهيك كما تقلقوا من هاي الناحية لدينا حسابات السواب الفري ورح تكون مرتاح عليها بشكل كبير لدينا الخانة اللي وراها خلينا نرجع هون واللي هي آخر خانة ويمكن تكون أهم خانة اللي هي خانة البروفيت ثانية البروفيت اللي هي بتمثلي ربحي بكل صفقة بشكل منفصل ومجموع أرباحي أو خساري بشكل يعني السمق أو خلينا نحكي المجمع فإحنا بنشوفه بشكل أفقي كل صفقة كم قاعدة بتربح أو كم قاعدة بتخسر فإذا كانت بالسالب معناها الصفقة بتخسر إذا كانت بالموجب معناها الصفقة بتربح مثلا صفقة الذهب اللي فوق بقيمة واحد لوت اللي فاتحينها على الـ 1637 وسعرها الحالي على الـ 1628 بما أنه الذهب قاعد منزل وإحنا فاتحين شو نوع الصفقة فاتحينها شراء عشان هيكا إحنا قاعدين بنخسر 800 أو 900 دولار تقريبا في الصفقة تحتيها إحنا بيعين استردليني زي ما بنشوف على سعر الـ 143 والسعر الحالي 1662 قاعدين بنخسر بمقدار بسيط اللي هو 40 دولار لأنه إحنا فاتحين 2 ميني زي ما بنعرف كلما زدنا الكمية اللي ممكن إحنا نبيحها ونشتريها ممكن إحنا يعني راح تزيد العوائد المتوقعة أو تدخل مقابل زيادة المخاطر القاعدة الأساسية كلما زادت العوائد المتوقعة زاد أنا عندي المخاطر المتوقعة يعني لكلما فتحت أنت كميات أكبر بدك تتوقع مخاطرة أكبر بدك تتوقع عوائد أكبر مقابل هذه المخاطرة العالية فإحنا في خانة الـ Profit أنا بشوف بشكل مباشر إنه أنا عندي شو أرباحي وخسائري وآخر آخر مربع هون بظهر أمامنا هون بعطيني مجموع كامل صفقات يمكن أن أكون فاتح 5 صفقات 6 صفقات فيه لبعض الحساباتهم الكبيرة بكون فاتح مثلا 100 صفقة ما رح يقعد يجمع بشكل يدوي بتطلع مباشرة على آخر خانة وبقدر يعرف مجموع خسارته وأرباحه بشكل مباشر بيظل عندنا في خانة الـ Terminal بشكل مبدئي اللي هو خلينا بس نحط القلم تمام اللي هو الشريط اللي باللون السكني هذا الشريط اللي بيحتوي على معلومات مهمة جداً هذا الشريط بيكون تحت الصفقات المفتوحة زي ما عرفنا إحنا الصفقات المفتوحة بتبلش من Order وبشكل أفقه كل خط بيمثلي صفقة واحدة ولكن هذا الشريط اللي بيكون تحت الصفقات المفتوحة والفعالة فيه معلومات مهمة جداً بالنسبة لإلنا أول معلومة اللي هي الـ Balance الـ Balance اللي هو رصيد حسابك زائد أو ناقص صفقاتك المغلقة إذن رصيد الحساب زائد أو ناقص صفقاتك المغلقة يعني هذا الـ Balance مع إنه إحنا قاعدين بنخسر ما رح يتأثر إلا لحتى أغلق صفقاتي ما رح يتغير إلا لحتى أغلق صفقاتي فإذا على سبيل المثال خلينا نرجع الماوس على سبيل المثال أنا بدأ أغلق صفقة بدأ أغلق صفقة الذهب خلص أنا بدأ أغلقها على خسارة 900 دولار 900 وشوي دولار فمجرد ما أنا أغلقت صفقة الذهب من خلال الـ X الظاهرة أمامها ورح نتعلم كيف نغلقها بشكل كامل لطرق الممكنة رح نشوف إنه الـ Balance أنا عندي هون كان 25000 صار 24101 على سبيل المثال ليش؟ لأني أنا أغلقت صفقة على خسارة فقل الرصيد إذن فالـ Balance ما بتأثر إلا بالصفقات المغلقة فقط أما أصدقائي أما الإيكوتي اللي هي إحنا بنحكي له الرصيد الحر أو الرصيد المتحرك الرصيد الحر أو الرصيد المتحرك اللي هي عبارة عن رأس مالك ولكن زائد أو ناقص صفقاتك المفتوحة زائد أو ناقص صفقاتك المفتوحة وإحنا بنحكي لها الإيكوتي اللي بتمثلك القراءة الحقيقية لحسابك فإنت ما بهمك كم يرح يكون للـ Balance اللي بهمك الإيكوتي لأن الإيكوتي بتتحرك مع ربحك وخسارتك فلو بدك تيجي تغلق أنت صفقة معينة رح تقدر من خلال النظر على الإيكوتي تعرف هل أنت كم رح يكون معاك فلوس أو رأس مال قابل للسحب عند إغلاق صفقاتك على سبيل المثال أو صفقة معينة من صفقاتك على سبيل المثال فإذن خانة الإيكوتي هي عبارة عن رصيد المتحرك زي ما بنشوف إحنا هون الحركة قاعدة بتصير أنا عندي فيه ربح إن كان ربح أو خسارة رح نشوف هذه الحركة نفسها وبنفس المقدار في خانة الإيكوتي إن الخانة وراها وهي خانة مهمة جدا خانة المارجن أو الهامش هاي الخانة المارجن أو الهامش ممكن بعض بعرفها من المحاضرة الماضية ولكن لأهمية هاي المعلومة لازم أعيدلكم إياها بالتفصيل خانة الهامش أو المارجن اللي هي العبارة عن تكلفة فتح الصفقة وليس التكلفة بمعنى المقدار اللي رح تأخذ الشركة منك كعملات لا بمعنى المبلغ اللي لازم يتوافر في حسابك لتقدر تأخذ عقد معين المبلغ اللي لازم يتوافر في حسابك لتقدر تفتح صفقة معينة إذن هذا المبلغ هو عبارة عن مبلغ لضبط رصيدك ما يتعدى أو يفوت بالرصيد السالب على سبيل المثال لضبط رصيدك بما يتناسب أو لضبط خلينا نحكي الكميات اللي بيت تبيحها وتشتريها بما يتناسب مع رأس مالك فخانة المارجن هي بتمثلي أقل مبلغ لازم يتوافر معايا لنأخذ عقد معين على سبيل المثال أنا فاتحون استرليني بقيمة 0.2 أو 2 ميني أنا بطلب مني 42 دولار و 57 سنت لحتى أنا أقدر أفتح 2 ميني على استرليني فلو على سبيل المثال أنا بدي أفتح كمان صفقة رح نتعلم مع بعض كيف إحنا نفتح صفقات مثلا أنا بدي أفتح 1 دولت على اليورو بيع رح نشوف إنه خانة المارجن خلينا نمحل أمامنا رح نشوف إن خانة المارجن زادت بشكل تراكمي هذه الخانة لمجموع صفقاتي إذن مبلغ لازم يتوافر في حسابي لأقدر أنا أخذ عقد معين فخلينا إحنا نسكد ليسترليني وتكمل مع اليورو حتى تكون الأرقام صحيحة ونقدر نضرب الأمثلة بشكل صحيح إذن مثلا أنا فاتح صفقة بيع 1 دولت على اليورو دولار رح يطلب مني 192 دولار فاصلي و 31 دولار إذا بدي أفتح 1 دولت لازم يكون معي 192 دولار فاصل 31 سنت لحتى يعطيني 1 دولت على اليورو مقابل الدولار فأنا من خلال المارجن وحسبتي للمارجن أنا بقدر أعرف هل الرصيد يكفي لأخذ عقد معين أنا حاب أخذه طيب هسا البرنامج أو منصة التداول مجرد ما فتحت الصفقة إنت بعطيك خانة المارجن أمامك ولكن إذا أنت بدك تحسبها بشكل يدوي قبل فتح الصفقة لحتى أنت تعرف اليوم كم أنا لازم يكون معي رصيد أو أنا مثلا بدي أفتح 1 دولت على الذهب كم المارجن المطلوب اللي هو إحنا بنحكي له المارجن ركويرمنت أو الهامش المطلوب كم لازم يكون معي لأقدر أفتح أنا مثلا 1 دولت على اليورو دولار فكيف ممكن نحسبها بكل بساطة خلينا نفتح الآلة الحاسبة ويريت تركزوا معي بالمعادلة اللي بحكيها أو على الأقل اللي بهمه الأمر لحتى إحنا نحكي أو نحسب مسبقا قيمة المارجن بكل بساطة المعادلة كالآتي بتأخذ السعر الحالي مثلا سعر اليورو دولار 0.96155 السعر الحالي بتضربه بخلينا نحكي كمية المراد بيحة أو شراءها أو القدرة الشرائية لقيمة حجم العقد اللي انت بدك تفتحه زي ما تعلمنا في المحاضرة السابقة الواحد دولت كم يساوي كقيمة حقيقية انت لما تبيع أو تشتري واحد دولت انت فعليا قدير رح تكون بايع أو مشتري مين بقدر يجاوبني لما انا اشتغل افتح مثلا زي صفقة لامامنا واحد دولت تصل على اليورو دولار انا كم الكمية البايحة من اليورو مقابل الدولار الامريكي انا كم بايعي يورو ممتازة كثير أستاذي أستاذ محمد ممتازة كثير الكمية اللي هي بقيمة 100 ألف من عملة الأساس فاذا احنا بنحكي بيع واحد دولت على اليورو مقابل الدولار معناها انا بتمثلي كأني انا رايحة محل الصراف وبايع 100 ألف يورو وبايع 100 ألف يورو اذا الواحد دولت على العملات تساوي 100 ألف من عملة الأساس اليورو مقابل الدولار اعرفنا انه العملة اللي نبدأ فيها اللفظ او بتكون على ايد الاشمال اللي هي العملة الاساسية او عملة الاساس اللي هي بمثالنا اليورو والعملة اللي بننتهي فيها اللفظ او بتكون على ايد اليمين اللي يسميها عملة السعر او العملة المقابلة اللي هي بمثالنا الدولار فاذا انا بدأ بيع واحد دولت على اليورو مقابل الدولار معناها القدرة الشرائية لهذا حجم العقد كم تساوي 100 ألف فبروح أنا على معادلة المارجن بحط السعر السعر اللي بدفتح عليه الصفقة والسعر الحالي للأصل وبعمل عملية الضرب بـ 100 ألف إذا 1 لوت 100 ألف إذا 2 لوت 200 ألف إذا 1 مني اللي هو 10 لوت يعني 10 ألف إذا 1 مايكرو يعني ألف ونسبة وتناسب وزي ما عرفنا إنه 1 مايكرو اللي هو أصغر حجم عقد متاح للتداول اللي هو 0.01 هون كنا أنا عندي في خانة الفوليوم أو الـ Size أو اللوت Size وبتجر حسب رأس مالك من 0.01 وبترتفع حسب رأس مالك فأنا كل واحد لوت صحيح اللي هو 1.00 بتمثلي أنا شو عندي هون اليوم بتمثلي 100 ألف من عملة الأساس وأنا في معادلة المارجن بضرب السعر في 100 ألف وبقسم الرقم اللي بيطلع معاي على الرافع المالي المطبقة على الرافع المالي المطبقة فإذا كانت الرافع المالي المطبقة 1 إلى 500 معناها في هذا الحال بحط 500 إذا كانت الرافع المالي على حسابي أنا بختارها مثلا 1 إلى 200 معناها بحط 1 إلى 200 وهكذا ممكن مثلا في بعض الأصول الرافع المالي بتختلف عن أصول أخرى زي مثلا على سبيل المثال الفضة الرافع المالي على الفضة 1 إلى 100 مع أنه باقي الأصول 1 إلى 500 فإذا بدي أحسب المارجن اللي في فضة بدي أخذ بعين الاعتبار أنه الرافعة المالية المطبقة كم تساوي 100 وليس 500 فبكل بساطة المارجن هو عبارة عن سعر الحالي ضرب القدرة الشرائية لحجم العقد اللي هو الواحد لوت 100 ألف تقسيم الرافعة المالية المطبقة اللي هي 500 ديفولت بتنزل إذا أنت ما غيرتها وبطلع عنا الرقم اللي هو الظاهر أمامنا 192.31 اللي ظاهر أمامنا أيضا في المنصة وهيكا إحنا بنقدر نحسب المارجن وهيكا إحنا بنقدر نحسب المارجن قبل ما إحنا نفوت الصفقة مرة أخرى المعادلة السعر الحالي نضربه بالقدرة الشرائية للواحد لوت الواحد لوت على العملات يساوي 100 ألف ومنقسمه على الرافعة المالية المطبقة إذا كنتم مع شركة ستار تريدر فعلى الأغلب إذا أنت ما غيرت الرافعة المالية راح تكون الرافعة المالية مطبقة 1 إلى 500 فهيك أنا بقدر أعرف كم الواحد لوت راح يساوي لي على الأصل قبل ما أفوت أنا الصفقة عند الخانة التالية اللي بتيجي وراها اللي هي الفري مارجن أو الهامش المتاح وهو المبلغ المتاح للتداول أي المبالغ الزائدة عن المارجن المستخدم وعن قيمة رأس المال إذن أنا كم معاي فلوس إضافية في حسابي كم معاي رصيد أو رأس مال إضافي أنا بقدر أخذ فيه كمان صفقات مثلا أنا أخذت واحد لوت على اليورو دولار أخذ مني 192 أو حجز إحنا المبلغ المحجوز إحنا نسميه يعني أنا بدي من رصيدك يكون موجود معك 192 لتقدر تأخذ الواحد لوت فالفري مارجن هو عبارة عن خانة طرح الإيكوتي ناقص المارجن نفسه الإيكوتي ناقص المارجن البيناتهم طرح الإيكوتي ناقص المارجن يساوي أنا عندي شو يساوي أنا عندي الفري مارجن واللي هو الفلوس اللي أنا بقدر أستخدمها وين بقدر أستخدمها لفتح صفقات إضافية لحتى أستفيد من المارجن بصفقات أخرى وعن الخانة الأخيرة واللي هي أهم خانة فعليا اللي هي المارجين ليفل ياريت الكل يركز معاي في هذا الموضوع المارجين ليفل المارجين ليفل أو مستوى الهامش هو عبارة عن مقياس للمخاطر هو عبارة عن مقياس للمخاطر بقي سلاقي العلاقة كنسبة مقاوية ما بين الايكوتي أو رصيد المتحرك والمارجين نفسه هذه العلاقة عبارة عن مقياس للمخاطر لأنه من خلالها أنا بقدر أعرف وضع حسابي وهي عبارة عن نسبة مقاوية نسبة مقاوية زي ما احنا ظاهر أمامنا شايفين هي عبارة عن نسبة مقاوية فإذا كانت هذه النسبة بقيمة 100% إذا وصلت هذه النسبة بقيمة 100% المارجين ليفل مستوى الهامش إذا وصل 100% أمامي على منصة التداول معناها في هذه الحالة أنا بكون خاطرت بكامل رأس مالي أنا بكون خاطرت بكامل رأس مالي وأنا فعليا بلشت الخطر فكلما قلت هذه النسبة كان الموضوع أسوأ على حسابي وكلما زادت هذه النسبة بكون محمي بشكل كبير لهيك اللي حتى أنا أقدر أقدر الوضع حسابي بشكل عام أول إشي بتطلع على خلينا نحكي مقياس المخاطر اللي هو المارجين ليفل أو مستوى الهامش زي ما حكينا بتبلش الخطر وحتى المنصة نفسها بتصير تضوي باللون الأحمر إذا نزلت عن 100% لما توصل المستوى الهامش إلى 100% طيب إذا نزلت أكثر عن 100% ماذا يعني هذا الحكي؟ إذا وصل مستوى الهامش إلى 50% إذا وصل إلى 50% معناها في هذه الحالة رح يتم إغلاق أكبر صفقات خسارة رح يتم إغلاق أكبر صفقات خسارة لحتى أنت يحمي حسابك من الرصيد السلبي لحتى أن يحمي حسابك من الرصيد السلبي زي ما بنعرف أنت في هذا السوق ما بتقدر تخسر إلا الرصيد اللي أنت مودعه لهيك أنا كيف بدأ أضبط لك رصيدك فقط ما تخسر إلا الرصيد المودعه من خلال محسبة المارجن والمارجن ليبل فإذا أنت بدأك تحسب حساب إنه إذا وصل المارجن ليبل على 50% معناها أنا هنا في هذه الحالة شو؟ رح يتم إغلاق أكبر صفقات خسارة كقيمة ربح أو خسارة يعني ممكن أكون فاتح ثلاث صفقات واحدة فاتحة بلوت بتخسر مثلا ألفين واحدة فاتحة بميني اللي هي أقل من لوت بتخسر مثلا ثلاث تلاف رح يتم إغلاق أم الثلاث تلاف اللي هي الميني حتى لو كانت قيمة حجم العقد أكبر في اللوت ولكن حسب خسارة الصفقة رح يتم إغلاق أكبر صفقات خسارة وهاي منسميها نسبة إيقاف الحساب أو الستوب آوت شو منسميها 50% نسبة إيقاف الحساب أو الستوب آوت إذن رح تيجي إنت لما تفتح حساب ممكن تسأل مدير حسابك كم عندك إنت اليوم نسبة الستوب آوت رح حكي لك نسبة الستوب آوت على 50% وهذا ضمن عقد التداول لهيك أنا مهم جدا أني أنتبه أنا على المارجين ليفل وأتصرف من لحظة وصولها إلى 100% طب أنا كيف ممكن أتصرف من لحظة وصولها إلى 100% واحد يا أخفف من الصفقات اللي أنا فاتحها حتى أعطي مارجين أكبر أو هامش أكبر للصفقات أخرى إنها تمشي اتجاه أهدافها وترجع وتربح معي اثنين يا أعزز رأس مالي يا أعزز رأس مالي إذن الخطوات لحماية رأس مالك لما يوصل المارجين ليفل إلى 100% واحد إنك أنت تقلل من حجوم العقود اللي أنت فاتحها وتقلل من الصفقات المفتوحة إثنين إنك أنت تعزز أو تودع فلوس في حسابك لحماية أكبر لرأس المال أو أنت مثل ما بدك ولكن هذه هي الطريقة طب إحنا كيف نحسب المارجين ليفل هي عبارة عن نسبة مقوية بين الإيكوتي والمارجين يعني الإيكوتي تقسيم المارجين بتساوي أنا عندي المارجين ليفل إذن الإيكوتي بقسمها على المارجين بطلعتين المارجين ليفل الإيكوتي مثلا المثال أمامنا 24,042 دولار تقسيم المارجين 192 دولار رح تطلع لي أنا عندي 12,500% تقريبا 12,500% هو رقم جدا كبير أنا بدي أحاول أخلي المارجين ليفل أكبر ما يمكن نفس الوقت أقدر أحقق استثمار دو جدوى اقتصادية بتمنى أمور المارجين وأمور التيرمينال واضحة بالنسبة لكم إذا عندكم أي استفسارات يريد تسألوني بشكل مباشر لحتى ننتقل على كيف إحنا نفتح الصفقات وكيف نغلق الصفقات ما في مشكلة المحاضرة أكيد لازم تحضريها يعني حتى لو مسجلة إذا بدك تدارك كل الأمور لازم ترجع تحضريها إذا ما حضرتها بشكل كامل أو حضرتها بشكل متقطع أستاذ محمود عندك أي استفسارات لأنني شايفك رافع الإيد عندك بالضبط يعني المارجين ليفل أنا من خلاله بقدر أقيم وضع الحساب بشكل عام وين موقف حسابي المالي من ناحية خلينا نحكي لو باتجه إلى الخسارة لا سمح الله ممتاز كثير خلينا الآن بشكل سريع نعرف إحنا كيف ممكن إحنا نعمل أوردر جديد أو نفتح صفقة معينة فمن شاشة الأسعار إذا بنحط كل الأصول من شاشة الأسعار إذا بتضغط كليك يمين أو ضغط يمين على شاشة الأسعار رح تفتح لي أنا هذه القائمة أول خيار فيها اللي هو النيو أوردر أو صفقة جديدة إذا من شاشة الأسعار أول خيار أني أضغط أنا على الأصل اللي بدي أفتح عليه الصفقة كليك يمين أو كبسة يمين بالماوس لحتى تظهر لي النيو أوردر أو بكل بساطة بقدر أضغط عليه أنا دابلي كليك على الأصل اللي بدي إياه لحتى تفتح لي هذه الخانة يعني كبستين متتاليات فلما أنا تفتح لي هذا المربع الصغير ظهر أمامنا بتكون في عدة معطيات أول معطى اللي هو الرمز رمز الأصل بكرر لك رمز الأصل لحتى تتأكد من الأصل اللي أنت بتفتحه اللي بدك تفتح عليه الصفقة وحتى ممكن أنت أيضا تختار من هون تغير الأصل ممكن تغير الأصل من هذه القائمة اللي أمامك يعني يا من شاشة الأسعار يا من هذه القائمة وبظهر لك اسم الأصل بشكل كامل مثلا الدولار مقابل اليورو مقابل الدولار الأمريكي وبصار لك اسم الأصل بشكل كامل عند الخانة الثانية اللي هي الفوليوم زي ما شفنا شو هي الفوليوم؟ شو حكينا عنها الفوليوم؟ اللي هي اللوت سايز اللوت سايز حكينا السايز أو اللوت سايز أيضا بيمثلي أنا الفوليوم شو بيمثلي؟ بيمثلي الفوليوم فإذا أنا ضغط حطيت في خانة الفوليوم 1.00 اللي هي الواحد لوت ستاندرد معناها كل نقطة بتحركها السوق كم رح يربيحني أو يخسرني؟ رح يربيحني أو يخسرني بمقدار 10 دولار رح يربيحني أو يخسرني بكل نقطة بمقدار 10 دولار ياريت نركز شباب اللي ما كان نركز بالمحاضرة الماضية النقطة اللي هي أصغر حركة سعرية في الأصل وتقدر في الخان الرابعة ما بعد الفاصلة يعني شايفين هذا الرقم اللي هو سعر البيع وزي ما حكينا المعلومة سعر البيع دائما بكون على إيدي الشمال وسعر الشراء دائما بكون على إيدي اليمين بأي شاشة أسعار عالمية حتى لو ما كان حط لك هذا بد وهذا براس برايس أعفهم هذا بد وهذا آسك وانت لازم تعرف انه سعر البيع البيد برايس رح يكون على إيدي الشمال والآسك برايس رح يكون على إيدي اليمين إذن سعر البيع رح يكون على إيدي الشمال وسعر الشراء رح يكون على إيدي اليمين فإذا تحرك سعر البيع على سبيل المثال من 0.9617 إلى 9618 في هاي الحالي أنا بحكي السوق وتحرك بمقدار النقطة واحدة زي ما منشوف في عندي خانة صغيرة إضافية اللي هي الخانة الخامسة بعد الفاصلة إحنا ما منوخذها بعين الاعتبار لأنه إحنا بسميها البيبت اللي هي تصغير البب أو جزء بالعشرة من النقطة الواحدة وما منوخذها بالعادة بعين الاعتبار إحنا اللي بهمنا الخانة الرابعة فلما أنا أفتح واحد لوت صحيح اللي هي الواحد فاصلة صفر صفر معناها كل لقطة بتحركها السوق يعني إذا تحرك من 20 إلى 21 رح يربحني أو يخصرني بمقدار 10 دولار حسب أنا بايع أو مشتري إذا حطيتها 2 لوت كل لقطة بتحركها السوق كم رح يربحني أو يخصرني 20 دولار صحيح إذا حطيتها 3 لوت كل نقطة بتحركها السوق رح يربحني أو يخصرني 30 دولار هذا اللوت الصحيح إذا فتحت 0.10 اللي هو الميني لوت أو 10 لوت الميني لوت اللي هو كل نقطة بتحركها السوق رح يربحني أو يخصرني بمقدار دولار واحد فقط فإذا تحرك من 22 إلى 23 معناها في هذه الحالة في الخانة الرابعة نحن نحكي بالمثال أمامنا معناها في هذه الحالة رح يربحني أو يخصرني بمقدار دولار واحد وأصغر حجم عقد اللي هو 0.0 عفوا 0.01 اللي هو المايكرو لوت واللي هو يعتبر أصغر حجم عقد وقيمة النقطة فيه تساوي 10 سنت يعني لو تحرك من 23 إلى 24 معناها في هذه الحالة بكون ربحت أو يخصرت 10 سنت فقط فلو على سبيل المثال أجل اليوم خالد بيحكي لك والله أنا حكيت لكم يا جماعة كنا قاعدين في بينار وحكيت لكم مثلا منتدرب مع بعض قاعدين وحكينا بدنا نأخذ مثلا حجم عقد تكون فيه قيمة النقطة ثلاثة دولار ونص بدي أنا حجم عقد تكون قيمة النقطة فيه تساوي ثلاثة دولار ونص بكل بساطة بيجي أستاذ بركات بيحكي لي لحتى أنت تساوي عندك قيمة النقطة ثلاثة دولار ونص بتحط 0.35 لأنه 3 بالعشرة اللي هي ثلاثة دولار والخمسة بالمئة اللي هي خمسين سنت اللي هي نصف دولار فهيكا أنا قيمة النقطة عندي بتساوي لي كم بتساوي لي ثلاثة دولار ونص فأجينا مثلا على سبيل المثال أجيت حكيت لكم والله وإحنا منتدرب يا جماعة بدي حدا يعطيني قيمة حجم العقد لقيمة النقطة إنها تساوي لي 12 دولار كيف أنا ممكن أكتبه ياريت لكل شارك لو بدي قيمة النقطة تساوي عندي 12 دولار كيف أنا أكتب حجم العقد ممتاز أستاذ علي زي ما حكا لنا أستاذ علي وكلكم ممتازين اللي هو 1.20 1.20 الواحد الصحيح عبارة عن 10 دولار كل واحد صحيح والاثنين بالعشرة عبارة عن دولارين فلما أحط 1.20 معناها كل نقطة بتحركها السوق بربيحنا أو بخسرني كم نقطة اللي هي 12 دولار فعلى سبيل المثال إحنا مننخليها 1.standard أو اللي هي بخيمة النقطة الواحدة 10 دولار الخانة تحتها اللي هي خانة الستوب بلوس والتيك بروفيت واللي إحنا منشوفها أيضا الأسأل والتي بي اللي منشوفها بتفاصيل كل صفقة هون إحنا شفناها صفار لأنه إحنا بيش حطينها باعدادات الصفقة بيش حطينها باعدادات الصفقة لما تفتح الصفقة في عندك خيار إنك تحط حد إيقاف خسارة وحد أخذ ربح إذن حد إيقاف خسارة وحد أخذ الربح إذا أنت على سبيل المثال منعرف السوق شغال 24 ساعة 5 أيام في الأسبوع وما معنا وقت إحنا فعليا اللي خلينا نحكي اللي إني أنا أتابع السوق 24 ساعة وأنا عارف بناءً على تحليلي وبناءً على تقرير الشركة إنه أنا عندي بدي أفتح صفقة شراء مثلا وبيدي أخليها تسكر على أرباح عند النقطة معينة بدي أخليها تسكر على أرباح عند النقطة معينة مثلا إحنا عندنا بنفتح واحد لوت على اليورو دولار السعر الحالي السعر الشراء اللي هو 0.9628 وأنا جيت حكيت لك حط اللي التاك بروفيت بعد 50 نقطة بعد 50 نقطة رح تيجي تحكيلي إذن بحط بخانة التاك بروفيت 0.9 6 8 عفوا 7 5 اللي هو بعد 50 نقطة من السعر الحالي يعني من 96.25 ل 96.75 يعني زيدت 50 نقطة في الخانة الرابعة ما بعد الفاصل النقطة فهيك أنا حددت إذا أنا بفتح الصفقة تسكر يا سيستم على هذا السعر بشكل تلقائدون ما أنا أسكرها بشكل يدوي تسكر بشكل تلقائدون ما أسكرها بشكل يدوي لو أبدأ تسكرها بشكل يدوي بعد ما تنفتح بقدر أضغط على إشارة الـ X الموجودة عند خانة البروفيت شايفينها خانة البروفيت بضغط على إشارة الـ X بعطيني أنا إغلاق الصفقة تمام وفي نفس الوقت أنا حكيت له ما بدي أخسر أكثر من 20 نقطة في هذه الصفقة يعني إذا وصل 0.9600 أنا طلعني من السوق لأنه السعر الحالي 22 أو 20 تقريبا وأنا بدي أخسر كحد أخصى أخاطر ب20 نقطة فقط فبكل بساطة بقته بالسعر في خانة الـ X وبقته بالسعر في خانة الـ Take Profit وبروح بضغط على Buy Buy Market بما أني أنا بدي أشتري إذا خربطت مثلا وحطت أسعار بش منطقية إنها تكون لأخذ الربح أو إيقاف الخسارة أو مثلا أنا كنت بدي حطت الأوامر لحتى أنا أشتري ولكن ضغطت على البيع ما رح يأخذ الصفقة رح يحكي لي أنه أنت عندك غلط وإذا أقل من سعر المفروض أنك تشتري لأنه لما أعمل شراء إذا بترتفع الأسعار بربح وإذا بتنخفض بخسر لما أعمل بيع العكس إذا بترتفع الأسعار بخسر وإذا بتنخفض الأسعار بربح فبكل بساطة بضغط على Buy وزي ما منشوف الصفقة الظاهرة امامنا على الشراء خلينا نسكر الصفقة القديمة شراء شراء واحد لوت على اليورو دولار من سعر 96.18 وحطيني ستو بلوس احنا على 96 والتاكب روفي تاع 96.75 والسعر الحالي 96.16 وما في كوميشن ما في سواب والارباح قاعدة بتتحرك بين الموجب والسالب وهيك احنا منكون فتحنا صفقة التداول ما بدها صعوبة سهلة جدا فقط يعني اعرف كم قيمة حجم العقد اللي انت بدك تفتحه بسيطة جدا كيف انا افتح صفقة بشكل سريع على سبيل المثال على الذهب الاكس اي 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 و يو اس دي انا حكيت لك بدي افتح حجم صفقة كل خلينا نحكي مثلا انا مودي ع الف دولار فانا لقدام لما نأخذ ادارة راسبو والمخاطر راح نعرف انه على الف دولار نشتغل الماكس صفر فاصلة واحد اللي هو الواحد مني فاجيت حكيت انا بدي افتح واحد مني قيمة النقطة على الذهب كل نقطة بتحركها الذهب يربحني او يخسرني من قدر دولار واحد حكيت لك انا بدي اعمل صفقة بيع بدي اعمل صفقة بيع الذهب انا بتوقع انخفاض الاسعار لما اتوقع انخفاض الاسعار بعمل صفقة بيع فالسعر الحالي كم 1629 صحيح؟ انا حكيت لك بدي انا اخذ من الذهب 5 دولار يعني اذا وصل 1625 بدي اطلع على مربح لانه في حالة البيع اذا بتنزل الاسعار بربح اذا بتطلع الاسعار بخسر فانا حددت الـ Take Profit على 25 يعني الفارق تقريبا 5 دولارات من سعر الذهب او 50 نقطة وخلينا نحكي 4 دولارات من سعر الذهب والستوبلوس عندي حكيت له اذا بطلع للـ 1630 وقف لي خسارة فبكل بساطة حددت الـ Take Profit حددت الستوبلوس وانا بدي ابيع بدي استفيد من انخفاض الاسعار مرة اخرى على كامل الاصول بقدر استفيد بالاتجاهين وهي ميزة في هذا السوق اني اذا توقعت ارتفاع بقدر اشتري واذا توقعت انخفاض بقدر ابيع اصل انا ما بمتلكه بقدر انا ابيع اصل ما بمتلكه لحتى اضارب على انخفاض الاسعار فبكل بساطة اذا انا مثلا حكالي تقريري اليوم او تحليلي راح تتعلم كيف انك تحلل بالسوق المالي حكالي انه انت متوقع انخفاض السعر كل بساطة بتروح بتبيع فبعد ما احنا نعمل البيع نضغط على sell buy market عفوا اه بما انه صار السعر 1630 لازم نرفعه 1635 على سبيل المثال فانا sell buy market راح يفتح انا عندي شو راح يفتح انا عندي صفقة البيع الواحد مني على الذهب زي ما شايفين امامنا بشرية الازرق السعر لي افتتاح 1629.84 سعر الستوب بلوس 1635 يعني انا بعت ولكن اذا بوصل 1635 راح تسكر الصفقة بشكل على خسارة التاكا بروفيت عند 1625 يعني انا اذا بتوصل السعر بنزل من 1029-1629 لـ 1625 راح تتم اغلاق الصفقة على ارباح بشكل مباشر وبكل بساطة السعر الحالي 1900-1629.50 انا ما فيه كوميشن ما فيه سواب وقاعد الصفقة بتربح حاليا ثلاثة دولار وبهاي الطريقة انا عندي صفقة شراء وعندي صفقة بيع اذا بدي اغلق صفقة مثلا انا شفت الذهب والله قاعد بربح 15 دولار 7 دولار 9 دولار هلو ما جرى بدي اغلقه بشكل يدوي قبل ما يوصل للتاك بروفت او الستوبلوس بكل بساطة على اشارة الـ X بقدر اضغط او بضغط على الصفقة كليك يمين وبحطه closed order بضغط على الصفقة كليك يمين وبحطه closed order ورح يتم اغلاق الصفقة بشكل مباشر وحتى اصدقائي خانة التاك بروفت والستوبلوس انت بتقدر تعمل عليها تعديل بتقدر تعمل عليها تعديل فبكل بساطة اذا بتضغط كليك يمين على الصفقة المفتوحة رح نشوف فيه اشي اسمه بدوفاي او تعديل اذا بضغط عليها رح يبين انا عندي الخانتين للوحيدات اللي بقدر اعدل عليهم او العب عليهم اللي هي خانة التاك بروفت او الستوبلوس يعني انت بتقدر بعد ما تفتح الصفقة يتحرك هذا الستوبلوس ممكن في البعض بيفتح الصفقة دون ما يحط حدود بعدين بقرر يحط حدود للصفقة من خلال امر التعديل على هذه الصفقة فبكل بساطة مثلا انا احط هون التاك بروفت على الستو وتسعين خمس وسبعين بدي اخليها على السبعة وتسعين باكتب صفر فاصلة تسعة سبعة صفر صفر وبعدين بضغط على مودفاي ورح يتم تعديلها هون في خانة التاك بروفت صارت على السبعة وتسعين اذا انا مثلا بدي حركها من السبعة وتسعين التاك بروفت على الستو وتسعين مثلا وثمانين سنت 96-80 زي ما منشوف هون اللي بتيك بروفت لساتها 97 مجرد ما ضغطت موديفاي رح تتغير ل 96-80 عندكم اي استفسار بخصوص فتح الصفقة واغلاقها وتعديل اللي بتيك بروفت والستوبلوس عليها مرة ثانية دكتور أمل لاني ما فهمتي السؤال تحسبها يدوي شو هي اللي منحسبها يدوي نعم ربحك وخسارتك انا بحسبها بشكل يدوي انا بحسب مثلا على سبيل المثال لما انا اجي احكي لك مثلا هون شايفين بالصفقة اللي امامنا الفرق ما بين خلينا نحط الحاسب عشان انت تعرفي بشكل يدوي اه بشكل يدوي حسب حجم العقد اللي انا فاتحه كم حجم العقد اول اشي الواحد لوت الواحد لوت كم قيمة النقطة تساوي فيه احكي لي الواحد لوت كم قيمة النقطة تساوي فيه يعني كل ما يتحرك سوق ونقطة كم بربحة وبخسر ممتاز عشرة فبكل بساطة بروح على سعر افتتاح الصفقة كم سعر افتتاح الصفقة 0.9618 احنا فتحينا صفقة بيع ولا شراء شراء وبروح على خانة مثلا تيك بروفيت خلينا بالبداية على تيك بروفيت بما انها شراء من العالي للواطي اذا 0.9680 هذا سعر اللي انا حطه تيك بروفيت بنقصه من سعر افتتاح الصفقة اللي هي 0.9618 فبطلع عندي كم نقطة انا هون النقطة في الخانة الرابعة يعني كم نقطة انا هون عندي 62 نقطة النقطة الواحدة بتربحنا و بتخسرني 10 دولار لاني فاتح 1 لوت زي ما احنا شايفين فبكل بساطة 62 نقطة ضرب 10 يعني انا رح اربح بهاي الصفقة اذا وصلت للتيك بروفيت 620 دولار طب ادي احسب انا الاستوبلوس تبعي بروح على سعر افتتاح الصفقة اللي هو 0.9618 و عندي انا الاستوبلوس على 96 يعني كم نقطة ناقص 0.9600 يعني بمقدار 18 نقطة كل نقطة بعشرة دولار بما اني فاتح 1 لوت يعني 18 ضرب 10 يعني انا رح اخاطر بهاي الصفقة واذا سكرت السوبلوس لحتى يسكون بقيمة خسارة 180 دولار ببساطة والعملية رح مع الممارسة بتصير سريعة يعني حتى ما بتحتاج االة حاسبة الا اذا كانت الامور يعني الارقام هيك بمتسلسلة بمخربطة هو انت بدك تحط السعر يعني انت ما بتحط عدد النقاط بتحطها بالسعر يعني ما بتحط عدد النقاط بتحطها بالسعر يعني يمكن هاي الخانة بدها بس تحسبيها يعني هي حسبة بسيطة حسبة بسيطة فقط ركزي فيها تعود عليها الامور كلها بتكون تمام البرنامج عليه يأخذ اوامر عند اي سعر اسكر لك عند اي سعر اوقف لك خسارتك عند اي سعر اخذ لك ارباحك عند اي سعر افتح لك الصفقة وهكذا بأخذ اوامر فقط ولكن انت المتحكم انت اللي بتحدد وين يسكر الارباح وين سكر الخسارة وين يفتح الصفقة كم قيمة حجم العقد بدي اسكرها بشكل يدوي ولا لا انت اللي بتدير محفظتك وليس البرنامج البرنامج هو فقط لاخذ الاوامر هو بيحكي لك وين بدك انفذ بعمل لك وين بدك انفذ لك بنفذ لك وين بدك اعمل لك احط لك بحط لك بدك اعدل لك بعدل لك وهكذا عندكم اي استفسارات اضافية انا اسف اذا في صوت بالمحيط مزعج كلهم بيشتغلوا لنا اذا هذه اللحظة عندكم اي استفسارات اضافية نرجع للمنصة زي ما منشوف لما يتقرب انا عندي على الستوبلوس بصير يضوي عندي باللون الاحمر انه انتبه البرنامج بيحكي لك انتبه انه انا عندي الصفقة رح توصل لحد الخسارة ورح تسكر على الخسارة لو قربت على خانة التيك بروفيت رح يضوي باللون الاخضر لحتى يعطيك تنبيه التيك بروفيت انه انتبه قربت الصفقة تسكر على ارباح لينا واضحة الامور يمكن انت دخلت متأخر شوي ولكن بتمنى تكون على الاقل اللي حضرتي واضح بالنسبة للك والمحاضر رح تكون مسجلة وتنزل على موقع الشركة على اليوتيوب وحتى على موقع الشركة رح تكون موجودة او بامكانك تسأل مدير حسابك لحتى يزودك بالرابط بشكل مباشر على اليوتيوب فقط اكتب ستار تريدر ورح يطلع لك كامل المحاضرات وخلينا نشوفها مع بعض قناتنا على اليوتيوب زي ما منشوف اذا منبحث على ستار تريدر مباشرة رح يطلع لأول خيار ستار تريدر رح نروح على البلايليست ورح نشوف هنا في محاضرات تعليمية للمبتدئين في أنا عندي المجموعة الثانية اللي احنا الان مبلشين فيها وفي محاضرات تعليمية اللي هي المحاضرات السابقة وكلنا احنا مبلشين فيها هذه السلسلة الحالية المجموعة الثانية وهذه السلسلة السابقة نفس المحاضرات ولكن موجودة بعدة يعني بعدة شروحات في بعض الاشخاص تغيروا بشرة ممتازة كثير اكيد اكيد دايما راجعوا اشتركوا بقناة الشركة على اليوتيوب وفعلوا جرس التنبيهات لانه بننزل ايضا بعض الفيديوهات مقابلات على سبيل المثال على التلفزيون بننزل تحليلات يومية بنحكي فيها بالعربي وبالانجليزي بننزل محاضرات بالانجليزي والعربي وعدة لغات فياني رح تستفيدوا من متابعتكم لقناتنا على اليوتيوب وايضا اسألوا مسؤول حسابكم او مدير حسابكم يحكي له خالد الاقضاء بيحكي لك ابعث لي التحليل الفني اليومي ابعث لي التقرير الفني اليومي اذا انت ما طلبته ممكن مسؤول حسابك ما يتذكر يبعث لك يا لانه ما بوصل لكل العملاء ولكن يحكي له خالد الاقضاء بيحكي لك ابعث لي التقرير اليومي الفني اللي بيشمل بعض التوقعات على الاصول المهمة من ناحية فنية أو من ناحية التحليل الفني اللي هو باستخدام رسوم البيانية ممتاز هيك إحنا أصدقائي بنكون وصلنا لنهاية محاضرتنا لليوم إذا عندكم أي استفسارات أنا برحب فيها معانا وقت لأي استفسارات ما في أي مشاكل إذا عندكم أي أسئلة بالسوق اللي فاتح حسابات حقيقية حاب يسأل عن أصل معين برضو موجودين بالخدمة ويعطيكم ألف عافية جميعا بتمنى ما أكون ثقلت عليكم في محاضرة اليوم والمنصة التداول لسه ما انتهت رح نأخذها في محاضرات قادمة بشكل أكثر تفصيلة نأخذ منها الرسوم البيانية نأخذ الأدوات اللي إحنا ممكن نستخدمها وبعض الأوامر المعلقة اللي إحنا بنحكي لها وبعض التفاصيل الإضافية إن شاء الله عندكم أي استفسارات أو يعطيكم ألف عافية جميعا